نعم من يفرق بالشيء فارك الله فيكم بين المحرمات قاصة ووسائل وصحيح في فرق لخيط من يفرق بين المحرمات وسائل ومقاصد لا شك فيه هذا الفرق معتبر فإن المحرمات نوعا المحرمات في الغايات الزنا محرم ولا ينازع فيه أحد تحريم ولداته وبالتالي إذا حرم الزنا حرمت وسائله وإن لم تكن بمنزلته وإذا تحرم النظر لأنه وسيلة إلى الزنا والوسيلة هذه دون الغاية ودون المقصد فالزنا من قطعيات الشريعة التحريم من قطعيات الشريعة وهو من أكبر الكبائر وأما النظر فهو من الصغير ليس من الكبائر لأنه حر للتحريم الوسائل لا تحريم الغايات ولو لم يرد دريعة تحريم النظر نمنعه منه لأنه وسيلة لله الحرام فإذا نعي الشارع عن شيء حرمت كل وسائله لأنه لا يمكن للشارع يحرم شيء ثم يفتح وسائله ويغري النفوس بذلك الشريعة لا تأتي بهذا ومن مقاصر الشريعة أنه إذا حرم شيء حرمت كل وسائله الموصلة إليه ولو لم تحرم الشريعة وسائله وسائل هذا لكانت هذه مغرية بالنفوس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمة يوجد كأن يرتع فيه لما حرمت الحرمات حرمت وسائلها فلذلك لما كان الملك حمة متى ما اقترب الإنسان من هذا الحمة يوجد كيوم من الأيام أن يقع فيه وحين يبطش به الملك كذلك أن يقترب من بحوم حول المحرمات يوجد كيوم من الأيام أن يقع في هذا الحرام يتعرض لمقتله وسقطه وعقوبته فالشريعة تحرم شيئا تحرم وسائلها ولكن هذه الوسائل ليست بمنزلة المقاصد بمنزلة الغايات والمحرمات مراتب لا يختلف العلماء في ذلك شيء أعظم من شيء وشيء دونها شيء ترجمة نانسي قنقر